اتحاد مكاتب مساندة الحركة الوطنية للانقاذ يعلن دعمه ومساندته للرئيس الانتقالي الفرق اول محمد درسدي بيتنو انه العنوان العريض لهذا الاحتفال الجماهيري الذي احتضنته الدائرة التاسعة التي خرج فيها مناضل ومناضلات الحزب للتأكيد على ذلك عين المكان حيث الاحتفال قد كان يوحي للجميع بان هناك مهرجان سياسي لونه وفكره وحتى ايدولوجيته واحدة هذا ما ترجمته فقرات الحفل والخطابات المتتالية التي يلقاها مسؤول الحركة الوطنية للانقاذ بالدائرة التاسعة الذين برهنوا استعداد دائرتهم لكل التحديات القادمة وإيمانهم الراسخ بتحقيق الانتصار على مستوى منطقتهم في الاستفتاء الدستوري والاستحقاقات المقبلة منسق اتحاد مكاتب مساندة الحركة الوطنية للانقاذ حسن واري الشدي أشار إلى الاستعداد الكامل للاتحاد لدعم الرئيس الانتقالي في سياسته من أجل جاد جديد ومتصالحة وأنه بفضل بصيرة الرئيس الانتقالي استفادت الدائرة التاسعة من البنية التحتية التي لا تقدر بثمن بما فيها السد الذي هو قيد الانشاء والجسر ذو المسارين منتهزا الفرصة لحث المناضلين والمناضلات للتحضير للانتخابات المقبلة التي قد أعد لها اتحاد مكاتب المساندة لتحقيق النجاح الأمين الوطني المكلب بمكاتب المساندة للحركة الوطنية لإنقاذ رز الدين سليمان أن اتحاد مكاتب المساندة باسم المكتب السياسي ودعا مكاتب التعم الأخرى إلى الحذو بالمثل لأن الوقت قد حان للعمل وأن هذا الحفل مليء بالمعاني وليكون الأول والأخير وهو إثبات على أن الامباس لديه سلسلة من الهياكل في كل مكان واختتمت المناسبة بتقديم شهادات تقديرية لعدد من المناضلين والمناضلات من قبل اتحاد مكاتب مساندة الحركة الوطنية للإنقاذ ترجمة نانسي قنقر